اليوم هو التاسع من شهر شباط لعام 2023 وبعد مرور 16 يوم عمل في حملة البحث الاجتماعي الكبرى التي اطلقت يوم 15 من كانون الثاني من الشهر الماضي لغاية اليوم تم بحث 204 ألف أسرة وإن شاء الله حملة البحث الاجتماعي الكبرى مستمرة وسنصل إلى الجميع وسنبحث كل الأسر التي تستحق الشمول بالحماية الاجتماعية كما نعلن أن يوم 20 من هذا الشهر سنعلن فتح واجهة التقديم الإلكتروني للنساء والأيتام كما تعلمون أن نافذة التقديم الإلكتروني أغلقت يوم 22 داعش وسنعلن فتحها وسنعيد فتحها يوم 22 فقط للنساء والأيتام وفئات النساء المشمولة هي الأرملة والمطلقة وزوجة المفقود والفتاة البالغة غير المتزوجة والعزباء كل هذه الفئات مشمولة بالتقديم على النافذة الإلكترونية التي ستفتح يوم 20 من هذا الشهر أيضا نعلن اليوم استكمال إجراءات وإرسال الوجبة الأولى من بيانات الأيتام أعلننا في يوم بلادة الإمام عليه السلام البدء بحملة لشمول 15 ألف يتيم اليوم تم استكمال 2500 يتيم تم استكمال كل الإجراءات وأرسلوا إلى الجهة المعنية بإصدار الكي كارت وخلال الأيام القادمة سيستلمون بطاقة الكي كارت وسيستلمون الإعانة الشهرية من هذا الشهر من شهر شباط وسنعمل على إكمال الـ 12500 المتقدمة خذ الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى شكرا